عام عصيب كامل مضى على اكتشاف السلالة الأولى من فيروس كورونا وما يزال الفيروس حاضرا حتى اللحظة وبسلالة جديدة تتفشى بشكل خطير خارج البلاد وداخلها أعداد الإصابات لا زالت في تزايد رغم فرض إجراءات غلق جديدة ووزارة الصحة تكرر النداء وتقول اللقاحات ستصل قريبا والوقاية خير من العلاج والندم أيضا التزام المواطن هو السبيل الوحيد بالحضر من انتشار هذه السلالة التي تمتاز بسرعة انتشارها وإصابة الأطفال نلاحظ العديد من المطاعم مع الكثير من المرافق الأخرى التي تقوم بالخفاء بفتح المحلات تحتاج اليوم إلى جهد أمني كبير تحتاج اليوم أن تكون قرارات حقيقة من العمليات المشتركة عمليات بغداد العمليات بالمحافظات وزارة الداخلية أن تتابع هذه الأمور لا زلنا نلاحظ بعض المدارس غلسة أيضا تقوم ولاسيما المدارس الأهلية بدوام الطلبة وهذا شكل حقيقة خطر كبير على نسبة الإصابات العاصمة بغداد تشهد اتزاما لبعض مناطقها وأسواقها التجارية لكن غير الملتزمين بالتعليمات الوقائية ما زالوا يؤثرون سلبا على الجميع وبذات الوقت تواصل الفرق الصحية جولات التوعية وفرض الغرامات للحفاظ على المواطنين من خطر مضاعفات الإصابة التباعد ما موجود لكن على الأقل أنه ارتداء الكمامة والتعقيم في هذا الشارع الالتزام غير جيد نأمل من المواطنين سواء أصحاب المحلات أو الزبائن الالتزام بإجرات الوقائية من هذا المرض كلما زاد الالتزام أكيدا أنه اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لا تفكر بحضر تجوان لكن إذا كان هناك عدم الالتزام وارتفاع بعداد الإصابات أكيدا قد يكون فرض حضر شامل عدم الالتزام المتكرر وارتفاع الإصابات المستمر فيما مر من أسبوعي الحضر الجزئي سيكون حسب المؤسسات الصحية العنصر الأساسة في اتخاذ إجراءة غلق قد تكون شاملة في الفترة المقبلة ياسر عامر العراقي الإخبارية بغداد